اشتركوا في القناة خلوا نكون واضحين وبيهدوء كده عشان الناس اللي بنتناولها هنا ساعات بتزعل وساعات بنلاقي كلام مش منطقي بيتقال على البرامج المنوض بيها الدفاع عن النادي الاهلي احنا نتجنب الكلام ده احنا نقول ببساطة كابتن رضا عبدالعال كان لعب في النادي الاهلي من اهم اللاعبين في فترة ثانيات في كرة القدم في مصر لعب موهوب بسرو واحد يوصل لك علي مير للمرمى وانفراد فكلام عن قيمة كابتن رضا عبدالعال فنيا كلاعب موهوب لا جدال هو لعب موهوب والغريب ان احنا هنا جايين ندافع عن الخمس سنين اللي قضاهم الكابتن رضا عبدالعال في النادي الاهلي على عكس كابتن رضا عبدالعال نفسه اللي مدفعش عنهم وكان شايف النادي الاهلي كان جايبه عشان يوقع نادي الزمالك تخيلوا احنا ندفع عنها كابتن رضا بس بعد ما نسمع الفيديو ده فكاة الناس بتحب ان الكرة تجي لك وتجي الحمادة وتجي عشان فيه متعة عندما انت هنا تقالف فيه يعمل كده عشان تروح تجيب جول عشان كده انت ما كملتش ما لقيتش نفسك في النادي الاهلي لأ انا ما عرفش انا ما بقيتش هلعب ليه يعني يعني فيه ناس كتير رأيت لي هو خلاص ان هما جابوك وقعوا نادي الزمالك وبعد كده يعني مش هستفادوا منك تاني معيني انا لغاية اخر لحظة بيستفادوا مني يعني مثلا ماتش اسوان كان خسرانيني اتين صفر وكنا بلعب اسوان في اسواني نات والشوت الاولاني طالع اتين صفر جي هولمان ام جامي نزلني جيبت جون وعملنا جنين واحد العلماء يا رو واحد ده مش فاكل مني بتاعي المم يعني كسبنا تلاتة فلما كانوا يزنقوا يالعب زي ماتش جمريتش بيه انا بقولك في الزنقات يلعبوك انما طالما كسبانين والكلام ده ميفكروش ان يلعبوك بس فانا عشان كده كنت دايما ببقى جاهز يعني خلينا بس نتفق ان النادي الاهلي في فترة ثانيات كان له مدرسة كانت مدرسة بدأت مدرسة انجليزية ثم مدرسة المانية النادي الاهلي دايما بيحب اللاعب المكتهد بعض الموهبين ممكن ييجي مدربين او مدريين فنيين يتزلوا معاهم كابتن رضا عبعالي بيقولك ان هما كانوا لما يتزنقوا ينزلوني طبما كابتن وليد صلاح الدين احد اهم من جوم النادي الاهلي كان تاريخه في فكرة ان هو بينزل يخلص المبريات وانت قلت بنفسك ان هولمان جاء قالك وانت قلت انه عنه عبقري ان مش بالمدة اللي انت بتلعبها بقدر ما التأثير اللي انت بتعمله لكن انا ده مش هتكلم فيه برضو انا هتكلم في نقطة مهمة جدا ان تقالك يا كابتن رضا ان النادي الاهلي جابك عشان يوقع نادي الزمالك كان مفترض يا كابتن رضا حضرتك اللي ترد تقول لهم ما حصلش ليه ما حصلش اولا بلاش هنقول الاجراءات الانتقال هنتكلم فيها لكن لو انا جايبك عشان يوقع نادي الزمالك هجيبك عالد دكة لكن ما جبش رضا عبدالعال عشان قلقيه مشارك في اول ثلاث سنين في كل المباريات الحسمة في مواجهة القمة حداشر قمة كان في تاريخ الخمس سنين للكابتن رضا عبدالعال اول قمة منهم كانت السبر الافريكي تخال كابتن رضا عبدالعال لعب خمسة اساسي واثنين بديل واربع مباريات ما شاركش فيهم الكابتن رضا عبدالعال هل ده فارس ممكن تكون عقلية نادي جايب لعب عشان يوقع نادي اخر مستحيل خصوصا كمان لو اللاعب ده شارك في اهم المباريات على مدار الموسم بعيدا كمان عن نادي الزمالك مع هو الفكرة ان انا بسحب منه قوة لو انا غردي ده وكمان اللاعب ما بستثمروش طب تعال نشوف هل اللاعب النادي الأقلي ما استثمروش على مستوى المشاركات في المباريات الحسمة شارك كابتن رضا عبدالعال في السوبر الافريقي 94 وشارك في الدول العام المباريات فاصلة 4 3 الاسماعيلي طبعا ده كان بلعب على مدار الموسم نهاي البطولة العربية 95 بطولة النقبل عربية 95 نهاي البطولة العربية 96 نهاي كاس مصر 96 اذا انت بتتكلم ونهاي البطولة العربية 96 ايضا بتتكلم في النهائيات كابتن رضا جزء اصيل منها وطرف فاعل فيها ده على مستوى الرد فيما يخص هل انت فنيا شاركت ولا ما شاركتش لان يا اسامة زي ما انت قلت الرد ليه جزئين الرد الجزء الفني اللي مش خاضع لحد قال كذا او وجهات نظر كذا دي كلها وجهات نظر ولكن عمليا انت شاركت طيب تعالى بقى على لسان كابتن رضا اللي دايما بيقول الواقعة وعكسها ودي مشكلة كبيرة جدا ودايما انا بحسه بالمود يعني المود النهاردة اغير حاجة في علاقتي بكذا هقولها ويا كابتن رضا ده غلط جدا وده والله معشان ما صرتك بس انت بتتكلم في تاريخ قندية وسامحنا لما دلوقتي لما بنيجي نشتغل على فقرة وعشان نوصق حاجة بنرجع نشوف اللي تقال وبنرجع نشوف الناس قالت ايه وبناخد منه ان لأ ده فلان كان قيل كذا زي كابتن علي خليل في وقعة الهدف الشهير ده شغل التوصيق فانت لما تسيب للتاريخ فكرة ان انا كنت جاي عشان اوقع النادي الاهلي وما يتردش عليها ده معناه ان انت كان كلامك صح بس اقول لك حاجة اقول لك حاجة ليه بعض العزر مش لكابتن رضا لأي لاعب دايما بتنتهي علاقته بنادي كبير سواء النادي الاهلي او اي نادي اخر فبيبدأ يشوف ان الموضوع كان فيه ظلم واقع على الكابتن رضا او على اللاعب فبيردد كلام الكلام هنا بنقول انه ما كان صحيح انت كنت لعب مؤثر لعب جاي عشان تشارك والاهم بقى يا فارس طب لو انت كنت جاي عشان توقع نادي الزمانة وخلص عادك التلات سنين ايه احداث النادي اللي هو كان جاي بك عشان يوقع نادي اخر اعتقد بعد فترة التجديد الاولى لازم ترحل هل كابتن رضا عمل ده نشوف فيديو مهم جدا على لسان كابتن رضا عبد العال عشان نعرف منه ان اتقال ليس له اي علاقة بالمنطق نشوف الفيديو كابتن صالح سليم لان راجل انت تشوفه بمجرد ما يكلمك في الموضوع لازم ينفذ ولا فلوس بقى ولا الكلام ده ولا الهبة 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 انت تشوف انت انا عدت معا مرتين المرتين اكسم بجلالة لم يكن تعذر اوه اول جلسة كانت امتى اللي هي تاني سنة بعد التلات سنين الاولينين اللي هي الجلسة اللي انا جددت فيها اه لا يعني انت قبل ما لا قبل كده قبلنا كتير طبعا مكان بيكتمي بينا كتير لا انا بقولك فردي اه انت وكبت صالح سليم وفي مكتبه في مكتبه ما عادش معاك قبل ما تيجي الاهلي لا 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 خالص ما عادش معاك لكن اول جلسة كانت في التجديد الاول التاني 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 بعد التلات سنين اولين التاني كان ايه اللي تم وقتها او ايه اللي قاله لك هو كان ساعتها بجدده سنة بسنة وانا كان عندي عقد في ايدي مجرد تهطل عبر بعد التلات سنين اولين فهو الوحيد اللي استثنى ان انا كان عندي تلاتين سنة او واحده تلاتين سنة ساعتها فاستثنى وقالك هنعمل لردع بعالي سنتين لما انا عدت معا بقى طبعا ما قلتش الكلام ده الحد خالص لان انا بمش من هوات ان انا بقى نسأل بقول ان انا معايا عاد المهم يعني فاقلت لكاب صالح هو الوحيد اللي عارف كاب صالح وطولها كانت الواضح كذا كذا وقام من بقى انا لعبت النادي الاهلي تلات سنين ولعبت بكده النادي زمالي تلات سنين ومعملتش عاجة منكورة انا جاي لي النادي كويس اوي اوي في الصعودية والكلام قال لي لا احنا محتاجينك سنتين دول وحنمنضي لك سنتين بدل سنة يعني هنعوض لك الفلوس بدل ما هما يبقى سنة واحدة ازا ما بنعمل مع الكابتن قصام عربي والكابتن شويرو اللي بيعد التلاتين يعني هنعمل معك انت سنتين اخدلك ومش كده التعوض الموضوع اقول له انت شافه كابتن دي قال لي خلاص احنا هنعمل لك سنتين وقام جاي بيكلم كابتن عدل كان عاد في المتب اللي برا قال له اعملوا الرضا على سنتين لازم تزعلى كابتن رضا لان الجلسة كانت مع كابتن صالح سليم اللي نادرا نادرا ما يغير شيء عشان حد وانت بالسانك بتقول كابتن شويرو وكابتن قسام عربي كانوا بيجددوا سنة بسنة وانت كابتن صالح عشان انت قلت ان ده اخر عقد ليك او ظروفك المادية او في حاجة الى تعويض مقابل مادي لما كنت عايز تطلع برا كابتن صالح قال لك بدل السنة هنعملهم لك سنتين هنا في جزئيتين في التفاصيل مهمين جدا النادي الاهلي لو هو كان جايبك يوقع بيك الزمالك في البداية هيحرص ان انت تستمر معاه في المرة التانية طب لو انت نفسك النادي الاهلي حريص لنفس الغرض وانت شايف ان في التلات سنين الاولى كان هدف وجودك في نادي الاهلي ومش تحقيق بطولات وانما ان انت توقع نادي الزمالك كان طبيعي ترفض التجديد لسنة ولسنتين كرمت تمنعني انا ماشي ولكن ده ما حصلش اذا يعني رفقا بالتاريخ وبنفسك لان احيانا البعض بيسيب صورة وحشة زينية عني خاصة انا فارس وان اساسا الكابتن رضع بعال جاء بالحل قال انا كان جاي لعقد برا مصر فكنت اصلا هتطلع برا مصر لو هي فكرة ان انت هتوقع الزمالك فانت خلاص برا مصر وللامانة عشان نكون واضحين برضو عشان احنا بنتكلم تاريخ الزمالك موقعش بعد رحيل الكابتن رضع بعال غير محليا لان الزمالك لقى انجازات في غياب النادي الآلي في افريقيا فما قدرش احسب ان الزمالك وقع في الخمس سنين الكابتن رضع عبدالعال موجود فيهم لكن المواجهات اللي كانت بيننا وبين الزمالك كانت بتشهد تفوق محلي للنادي الآلي والمباراة الوحيدة لتفوق فيها نادي الزمالك في تاريخنا هي مباراة الصبر الافريقي وطبعا عارفين ملبساتها ومش عايزين نتكلم عنها كتير ولكن في النهاية كابتن رضع عبدالعال انت جاي عشان حاجة فنية ده رقم واحد رقم اثنين انت شاركت في مباراة مؤثرة ومتشاط فاصلة ونهائيات ده رقم اثنين النقطة التالتة اللي ما عملتش اعتبار لها ان انت قلت بنفسك ان انا كنت وصلت 31 سنة يعني لما يجدد لك 33 سنة اعتقد كان الامر كافي حسمنا النقطة دي لكن في نقطة اهم هو فعلا النادي الاهلي يا كابتن رضا هو اللي كان بيسعى ليك عشان يوقع نادي الزمالك ولا انت اللي سعيت للانضمام للنادي الاهلي انا مش اول حاجة هنشوف الفيديو قاية ما رحت الباشمهاندز عضل القيعي وهو مش ميصدق ان انت جاي له ان انا جاي له عضل القيعي قالك لأ ده زمالكي خلنا وقعدنا وخرج سلم علينا وبتاع وامجام يكلمك في صالح قال له رضع بعالجه هنا وبتاع قال له طب شوف طلباته ايه فبتكلمني بقول لي طلباتك قال لي طلباتك جاي قال لي طلباتي النهم دي وهمش عشان تحسيت ان قربتك رجيت لك بالزبط هو بص الكابتن عادلي موجودة ويقول لك فقال لي طب انت بعدت التلع أجابات قال له لا فامجام اتصل بالنادي وقال لهم ايه حضروا تلع جوابات واحد للتحاد الكرة بس ما هتعملوش على اللوجو بتاع النادي الأقلي تلع جوابات عادئين ان انا اللي بعملهم باسمه هتيجي وهمضيهم وبعد كده هاخد انا جوابين ابعاثهم لنادي الزمالك وهم هايبعاثوا بالفاكس ايه للتحاد الكرة تمام عملوا تلع جوابات وكاتبو لك كم بقى في العقد فلوس انت كنت عايز 35 من الزمالك ما طلبتش فلوس بقى انت رايح فلوس عملو لك كم رايح مهدر قرامتك عملو لك كم هما اه ادوني زي اي لعيف في النادي في السنة دي بس انا اخدت فلوسي تاني سنة مش اول سنة اه لان اول سنة ورجل عمال ده ادك فلوس صراحة ولا جنيه ولا جنيه ادك شقة لا 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 مال ايه لأفلام لك بالتقليل وكان بيدفع لي قصة العربية لقعد لتلات سنين وبعد كده ما بقاش يدفع تاني عربية اه انا اللي جبت العربية ودفعت المقدمة بتاعتها وكان بيدفع لي القصة لمنذ التلات سنين بس بس كده بس اما عرف بقى الزمالك ان انت وديت الجوابات اه 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 اللي حصل مرضيش يستلموه وكل ده لما انا مضيت والنادي الاهلي قالوا لي في اي وقت لو نادي الزمالك محتاجك ورقك معك فعلا اكسم بالله دي حياتي تقال ولا انت كنت بيقولك ده تختفيت وخدوك في حياتة معرفش انا الغرداء فيه ومرة تاني يقولك ايه مع الرجل الكبير رجل كبير هو انا بنمثل الرجل التاني الفيديو ده تاريخي الفيديو ده بيؤكد عنوان الحلقة دي احنا النادي الاهلي احنا غير سنة تلاتة وتسعين كابتن رضا عبد العقل بنفسه بيقول اهضروا قرمتي فاتجهت للنادي الاهلي والنادي الاهلي ما كانش مسدق والباش مهندس عضل القيعي ما كانش مسدق فقال لي ايه الباش مهندس عضل القيعي قال لي تكتب تلات جوابات واحد يصل لنادي الزمالك واحد لمنطقة الجيزة واحد لاتحاد الكرة شايفين النادي الاهلي من سنة تلاتة وتسعين بيتعاقت ازاي من غير ما ياخد صورة مع الكابتن رضا عبد العقل وما بيخبرش النادي اللي هو بيتعاقت معاه ده عملوا النادي الاهلي تلاتة وتسعين النقطة التانية والاهم فكرة الاعلام اللي بيقولك كان بيخبي لعبين في المكان الفلاني كابتن رضا عبد العقل بيحلف انه هو كان موجود في باهتيم مفيش اي حاجة من اللي بتقال في الاعلام عن النادي الاهلي في صفقاته ودي براءة للتاريخ النقطة التالتة ودي النقطة الاهم النادي الاهلي ما بيلاعبش لعب عنده وغزبنا عنه لو انت عندك مشكلة مع نادي الزمالك وتحلت ورقك معاك شكرا زي ما اتقال لأيمن حفني والغير 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 والتاريخ شاهد على ده مفيش لاعب بيلعب في النادي الاهلي غزبا عنه لا هتلاقي لاعب سايب عقود مع حدث مرمى ممتخب ويطلع يقطع عليه الطريق ولا هتلاقي نادي لاعب واخدينأ خورة هنا عشان نوقع معاه ده النادي الاهلي عشان كده احنا النادي الاهلي غير النادي الاهلي غير وكلام كابتر رضا عبد العقل برضو غير يعني كلام كابتر رضا عبد العقل بيثبت ان هو مجيش يجب نفسه في النادي الاهلي. كمان محتاجين نشوف الفيديو ده. عشان نبقى جبنا كل حاجة في القضية. بلسان كابتر رضا عبقال احنا تقريبا ما بنردش هو اللي بيرد عنافسه. نطلع ونشوف الفيديو. في ناس في نادي الزمالك اعداء النجاح. بص يا سازان احنا الجيل بتاعنا ده اكسن بالله. لو كانوا حافظوا عليه. كنا عدنا عشر سنين ناخد كل البطولات اللي في مصر وبرى مصر. عشان ما كانش انا اقول له جلت السنة. بداية جلت السنة. اه. في مرة كنا اخر دورة خدمية. اه اللي هو مع مقايب. اه اخر سنة بقى اللي قابليها. اه اه. لا اخر سنة. اه. انا ما اقدتش المكافأة. اه. فالمهم كنت قاعد فبيتكلموا. فبيقول لك لا الجيل ده لازم يتسرح لان احنا مش هنعرف نلاحق عليه فلوس عشان البطولات اللي هيجيبها. ده ناس من مجلس الادارة. اقسم بالله استاذ هاني هذا حصل من الناس في 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 مجلس الادارة واحنا طلعين عشان نعرف المكافأة بتاعتنا هتبع ايه. او ان احنا هناخد قد ايه. فهم بقول لك الجيل ده لازم يتسرح لاني مش هنعرف نلاحق عليهم فلوس لاني ده هيخربوا بيوتنا. فلازم الجيل ده نتسرح. كانت ساعتها اه طبعا فنان كبير ما كان ساعتها فيه رعاة. وتصديق للكلام يا فنان. ان انا مشيت. بطلوا جمال عب حميد. مشوا عشرة في اسم السعودية تركيشوا فعلا الجيل ده في السنة دي اه. اه. لما تهرب من مشاكل الزمالك لجنة النادي الاهلي. ولما كابتن صالح سليم يقعد معاك عشان يجددلك العقد بشكل استثنائي غير اي حد عشان يساعدك. دي علاقة النادي الاهلي معاك اللي عمره مؤثر معاك فيها في حاجة. وتجي تمر السنين وتقول الشهادة التاريخية بشكل غير حقيقي بالمرة. تقول ان النادي الاهلي خدك عشان يوقع نادي الزمالك. فكان لازم نرد ونقولك اللي انت قلته ده ما حصلش. وكمان نقولك يا كابتن ريدا الرسالة انت انكرت جميل النادي الاهلي عليك. فحاجات كتير قوي. ورسالة كمان لأحد الاعلاميين اللي قائم على الاخبار المفبركة. اعتقد الدرس ده من فقرة معاك. كانت رسالة صريحة ان ده اللي انت نفسك فيه. الاخبار تتقال يا اسامة. والفقرات تتعرض بحاجات فيها مغلطات. ومحدش يرد والدنيا تمشي ونسيب تاريخ مزيف لاجيال. ولكن مش هنعمل كده لان النادي الاهلي ما بيسبش حقوقه. حتى لو البعض مش قادر يفهم رسالة اعلام النادي الاهلي. نفاهمها له بالورقة والقلم. واستنونا بعد الفاصل لان الفقرات متولية. وزي ما بنقول ما بنسيبش حق النادي الاهلي في حاجة. نشوفكو بعد الفاصل.